أكد الصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تواصل العمل على زيادة مشاريع البنية التحتية للطاقة بما يسهم في تطوير كافة مسارات التنمية عبر الشراكة الاستراتيجية الفاعلة مع القطاع الخاص لافتاً سموه إلى تبني المبادرات التي تستهدف الإسراع بوتيرة مشاريع البنية التحتية وضمان جودتها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويصب في دعم الجهود الرامية إلى تنمية الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية ومنها قطاع الكهرباء والماء منويها سموه بالاهتمام بالمشاريع التي تشكل مرتكزاً لتعزيز الأمن المائي وتكفل جهازية الطاقة بما يسهم في رفض الخدمات المقدمة للمواطنين وتأمين متطلبات التوسع في المشاريع الإسكانية والتنموية والاستثمارية والتي تشهدها المملكة بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعى وأشار سموه إلى أن المملكة مستمرة في وضع البرامج والمبادرات الرامية إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للكهرباء والماء بطرق مبتكرة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة بما يسهم في تأمين مصادر الطاقة التي تستجيب لمختلف الأبعاد المستقبلية الحكومية في مسارات البناء والتنمية وقال سموه إن المواطنة هو جوهر التنمية وغاية كل جهد من فريق البحرين وتمثل المشاريع الاستثمارية إلى جانب إسهاماتها التنموية قيمة مضافة وأفقا جديدة لتوفير فرص العمل النوعية لأبناء البحرين جاء ذلك خلال افتتاح سموه حفظه الله مشروع محطة الدور أثنين لإنتاج الكهرباء والماء بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء واسموه الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظة المحافظة الجنوبية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير الشؤون الكهرباء والماء وسعادة الشيخ نواف بن إبراهيم الخليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء وعدد من كبار المسؤولين وعدد من السفراء وتحالف الشركة المطورة وذلك بمناسبة بدء عمليات تشغيلية للمشروع لإنتاج الكهرباء بقدرة ألف ميجاوات من الكهرباء أي ما يعادل إضافة لحوالي 24% من إنتاج الطاقة الكهربائية الحالية في المملكة و25 مليون جالون من المياه يوميا بما يعادل إنتاج إضافي لحوالي 15% من الإنتاج اليومي الحالي للمياه هذا وقد قام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بجولة اطلع خلالها على مشروع محطة الدور 2 والذي يمثل امتدادا لمشروع محطة الدور 1 الذي تفضل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه برعايته الكريمة بافتتاحه وأشد خلالها بالجهود المبذولة في إدارة العمليات التشغيلية لمشروع محطة الدور 2 بما يحقق الأهداف المنشودة معربا عن شكره وتقديره لساعدة وزير شؤون الكهرباء والماء والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء وكافة منتسبية الوزارة على ما يقومون به من جهود كبيرة في تعزيز قطاع الكهرباء والماء وضمان استدامته وتدار محطة الدور 2 لإنتاج الكهرباء والماء بنسبة 100% من القطع الخاص وتقع في منطقة الدور وتبلغ القدرة الإنتاجية الكاملة للمحطة بعد اكتمالها 1500 ميجاوات من الطاقة باستخدام توربينات الغاز التي تعمل بالدورة المركبة وتصل كمية إنتاج المياه المحلة 50 مليون جالون يوميا باستخدام تقنية التناضح العكسي كما أنها تعتمد على الغاز الطبيعي في التشغيل وهي المحطة الأولى في مملكة البحرين التي تقوم بإنتاج الكهرباء بجهد 400 كيلو وات من جانبه أشهد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير الشؤون الكهرباء والماء بالتوجيهة الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والتي تضع المواطن في أولويات العمل الحكومي ومنها ما يتعلق بتوفير الكهرباء والماء ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء لمشاريع الكهرباء والماء في مختلف القطاعات من الانتاج والتوزيع والنقل وهو من عكس في جودة وموثوقية الخدمات التي تقدمها هيئة الكهرباء والماء للمجتمع وقال سعادة الوزير إن مشروع محطة الدور الثانية لإنتاج الكهرباء والماء يتم تنفيذه عن طريق التعاقد مع القطاع الخاص بنظام IWBB على أساس إنشاء وامتلاك وتشغيل المحطة بنظام BOO بقدرة انتاجية 1500 ميجاوات من الكهرباء و50 مليون غالون يوميا من مياه الشرب كما أن إنشاء المحطة جاء لضمان تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الكهرباء والماء لجميع القطاعات السكنية والاستثمارية والتجارية المصورة ترجمة نانسي قنع وزيني لع Rosa يوميا للآل الأم المدوسيقى